سألت أخت فاضلة وقالت بأنها توفي رجل وكان من دعائه قبل أن يتوفى أن يقول اللهم ادفني مع الأبرار ثم قبل أن يدفن تقول جاء له بطفل في نفس التوقيت توفي هذا الطفل فدفن معه في قبري فالمعنى ذلك أن دعائه قد استجيب أرجو الله أرجو الله أن يكون دعائه قد استجيب ولا دليل على ذلك ولا دليل على ذلك لكن لا شك ولا ريب أن مجاورة الصالحين في الدنيا تنفع أن مجاورة الصالحين في الدنيا تنفع كما أن مجاورة الصالحين في الآخرة بلا شك ولا ريب تنفع إن شاء الله تعالى وإلا فلا يوجد أبدا أدل على ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على أبي بكر وعمر بدفنهما في الحجرة النبوية إلى جوار سيد البشرية صلى الله عليه وسلم فأرجو الله أن يكون دفن الطفل هذا الذي لم يفعل ذنبا وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون محط رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون محط رحمة الله تبارك وتعالى وأرجو الله أن تصيب هذا الرجل الفاضل ولا شك ولا ريب أن دعاءه أن يدفن مع الأبرار دليل صلاحه هذا رجل منشغل بالموت يعني كثير مننا منشغل بأمور الدنيا لكن قل من ينشغل بدعاء لما بعد الموت فهناك الكثيرون ممن يدعون لأمور دنياهم لكن القلة القليلة هي التي تدعو الله عز وجل لما بعد الموت سواء في القبر أو في الآخرة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بشارة وإشارة على استجابة الله عز وجل لدعاء هذا الرجل وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان